سؤالي كان دكتور مرة أخرى إذا ما كانت واشنطن تدرك عواقب وخطورة أن تبارك أو تسمح لنظام كييف بضرب جزيرة القرم في الواقع هناك تسليح وهناك بعض الدول الأوروبية تحاول قدر الإمكان أن تزود أوكرانيا بالتسليح وطائرات حديثة وهناك دول عدة ممكن أن تساعد أوكرانيا وهذا أيضا يحاولون إعادة رفع كفاءة السلاح الجوي لأوكرانيا من أجل المحاولة قدر الإمكانية والاستعادة كافة الأراضي التي سلبت منها في هذه الحرب غير المبرارة وأيضا التدريب الفني والتدريب التقني هم يدركون تماما عواقب ما يقومون به ولكن عليهم أن يمكنوا حليفتهم أوكرانيا هذه الطائرات من طراز F-16 سوف تعيد توازن في صفوف أوكرانيا وأعتقد أن هذا القرار حاسم بشأن مشاعدة أوكرانيا بكافة السبل الممكنة